سلام لبنائي تسبح خير عليكم شاء الله تكونوا كامل بخير وجيتكم في الفيديو المطلوب اللي كنتوا بزاف طلبتوه مني اشوفوا صح عندو بزاف من اللي يخرجوا كامل بصح هذا وين الناس بدت تدير فيه ترتول الخطبات ترتول شغل نحو ذاك الورد الطبيعي عدو يديو هذا الورد ثاني واحدة كما فليسوا تنص بزاف اللي خدموه ثم واحدة تدير صحبتها ووحدة يدير خطيبته ثم حاجة تستاهل وشو الحاجة تسكل ماشي لي تطيش ولا فهذه المرة وين قاعدت لي أختي كي كانت مسكينة تقرأ غير قاعدت لي الزكت فيها باش تخدم لكم وتصور لكم الفيديو بالتفصيل الممل بس كوهي يارا يتخدمو كم مشروعي لبنائتها حنعطيكم السعر حنعطيكم طريقة التغليف براك تابعوا الفيديو للاخر وبل ما نبدأوا الوصفة تعناه ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل جرس يسلكم كل جديد ما تبخلونيش بجامل الفيديو وتعليقاتكم الجميلة ونروحوا للوصفة تعناه اول حاجة عندي لهنة شوكولات بيضة انا خدمت لهنة باذي لاماخك شوكولاتي لازم تاخدنه بنوعية ملاحة شوفون لازم الشوكولات البيضة 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 قبل ما تحطوها الذوب لهنة تحبو تحطوها فوق حمام مائي ولا تحطوها داخل ميكرو واند ضروري يا لبنائت الشوكولات لازم ما تكون حامية سما غير تشوفوها بدات الضوب تنحوها وتكملو تخلطوها باش الضوب في عقلها ونروحوا نوجدو الحشوة تعناه باش نلقوا كل شواجد لهنة اختي دارت لكم زوج حشوة دارت لكم هذي الحشوة اللولا فيها فايتين وفيها جوز ولمتها بلكرانشي تاع الكرامل انتو ما تقدروا تديرو اي حشو تحبو تحبو تديرو غير كرانشي وجوز تحبو تديرو غير كرانشي واحدو تحبو تديرو كرانشي وشوكولات سما عندكم الاختيار ديرو وش تحبو وهذا يعني مولفين زبونات وما يقولوا لها شغول وش تحشي هنا سما انتو ما اذا اعطاوكم حرية الاختيار هاي واذا ما اعطاتكمش رايحين تروحو تديرو تمانحشو اللي تحبو والله هنا هذا والمول يا لبنات اختي كان شارته بمية وعشرين وراهو يتباع عندي يبيعو حوي جلقاتو وذكره ومتوفر شوفو كيفاش جاي حاولو انكم تشري واحد من عند واحد ذيقة خاطر كاين هذا كلم ذرح لي ميخرجش الوردة مليحة فحاولو انكم تشريوا من عند واحد تعرفوه باش هكذا مي كلحكمش ولا هنا شوفو الشوكولة البيضة يقول لكم لازم ما تكون اش سخونية لازم تبردوها تكون باردة باردة والله ميش راح تسلوح لكم ونبعد نجيبو المول ساعنا وشوفو كيفاش نديرو نعمروه لازم مليح لازم نعمروه حتى للفم اقول لكم الشيكولة يالبنات ضروري انها تكون باردة متكونش سخونة ولا مهيش راح ترزق لكم في المول تاعكم ورايح تولي السيح كامل فانها تكون باردة ومتكونش سخونة بالك يالبنات دلوها سخونة ومبعد اشوفو اخبتو هكذا شوي بارك ومبعد اتخليو المول تاعكم تقيقة لازم تقيقة كاملة باش تروحو تفرغوه لازم دقيقة لا تتلاحوش لي قبل ما تخطي لكم دقيقة غير تفوت هذيك دقيقة رايحين نعود ونفرغوه وشوفو كيفاش تفرغوه وهكذا ما يكومش رايحين تحتاجه باش تديروه طبقة ثانية سما رايحين نحتاجه طبقة واحدة ونعود وندخلوه للمجمد لازم نخلوها تجمد واحدة زوج دقائق المهم تجمد المليح من بعدا نخرجوه من المجمد والروحون حشيوه اختي كان دارت كرنشي طبقة اولى والطبقة الثانية دارت هذيك الطبقة المقرميشة ليكون نخدمها بالفيتين والجوز والكرنشي قلتكم لنا الحشو يبقى اختياري هي اختي دي ما بخاذك دير هذا الحشو لتعلم القرميشة خاطر بزيف لبنات اللي حبو التقرميش في دخلو دي ما الفيتين في هذو الحلويات باش يعطيوهم بنا بعد ما دارت هذك الحشو بهذي طريقة شوفو شلت هذو العيدان هذو تعشوه الاعواد تعشوه شوفو هم يتبعو بخمستاش نلف ما دارتش المطرق على طولو شغول قطعت منو شوية شوفو قدميش جا شغول نحطلو شوية برق انتو ما اللي تستحكمو فيه المهم ما تديروه شو طويل يا لبنات ومبعدا ولت رجقاته ودخلته داخل هذك الوردة وقبل ما تدخلو شوفو دارت شوية غلقت به هذك الوردة هذك الوردة وثاني حاجة اخرى الحشو متعمروش حتى للفم لازم تخلو لي سباس شوية لهذيك الشيكل اللي راح نتكرو بها الوردة تعكم ومبعدا ولت دارت هذك العود وراه يدولكم باللي تدخلو هذا الجهة الماضية هي اللي تدخلوها داخل هذك المول تاكم بهذه الطريقة ودخلتو داخل الكونجيلاتور وقبل ما تديمو ليوه لازم تخلوه واحد زوج دقائق والله وديمو ليوه وصح باش يتنحي لكم تضغطوه من الفوق يا لبنات شوفو كفاش ضغطت تضغطو عليهم مليح من الفوق وديرو اسباعكم من تحته يخرج جهلكم فهمتو كيف هذوكو نزيد نعود معاكم واحد اخرى باش تفاهموه سورتو المبتدئات لبنات والله غرهو مشروع جد ناجح يعني اخدمو بيه على ضمانتي الناس بزيف ولا تليه ولا انا شوفو هي دارت هذي لعفايدوغ برك هكذا مرفوق انا ما عجبتنش بلاعفايدوغ قلت لكون خليتها كيما انا هي خير ولا تقلت لي ملا اذوكو نعود لك واحد اخرى انا ما عجبتنش بلاعفايدوغ نعود لكم قلت لكم دارت شي كلها لازم تكون يا لبنات باردة عمرت هذك المول تاعكو اتحها مليح شوفو للفم يا لبنات مسحطو فمو هكذا بالموس هكذا شوفو كفا خضخ ذاتو شوي برك شغول هكذا خبط ذاتو في البوتاجي ومن بعدها خليتو دقيقة مدنقوش لي هني مسرع الفيديو تحسبولو دقيقة كاملة يا لبنات لازم وتعودو تفرغو هذكو الشوكولات هكذا كما راكم تشوفو ما تنفضوش بزيف حق ما تفرغو لكم الشي كلها برك تولي وترجعوها للكونجيلاتور تقلبوها للكونجيلاتور تخليوها تجمد واحد ازوش دقايق او ثلاث دقايق تخرجوها من الموجمد تحشيوها بوش حبيتو ودارت كرنشي ودارت هذك الطابقة المقرميشة ودارت هذكو الطابقة المقرميشة ودارت هذكو الحشوحتين للفم لازم تخليو شوية حق وين تديرو هذك الشي كلها تسكرو هذك فم الوردة كما نقولو حنية شوفو كيفاش هنا منحي تنويها الحم هنا نقولو هاي الكاميرا قدمي وبعد قلتها والله اخر فيديو نزيد نسجلو معاك نحينا الحم على هذا الفيديو وهي ثانية حلفة تالية على كل حال وبعدها شوفو كيفاش درت قلت لكم شوية عبدو تقلبتها الكنجيلاتور خليتها جمدة مليح مليح وشوفو كيفاش تنحي قلت لكم تضغط صباحتها من الفوق والدس من تحتها تخرج لكم بكل سهولة ولهنا دارت لكم واحدة غوز واحدة بالوردي شوكولة بيضاء كيف كيف شوكولاتي ذوبتها على حمام مائي وردخلها الميكرو ووند لازم يرى ابنت ما تكونوش سخونة بالاكو السر الاول راهي انو الشوكولاتي حكم ما تكونوش سخونة اذا كانت الشوكولات سخونة راهي مستحيل تنجح لكم تبدأوا تديدو في ملون تح الشوكولات هذا راي شريتو بالميزان يتباع بالميزان نورمال ما وتقدروا تشريه بباطا هي قاعد تخدمها مشي دي ما تخدم الغوز فما تشريه طول بالميزان تقعدوا تديدو بشوية بشوية حتى انت تتحصلوا على النون اللي تحبوه هي دارت هذا روز كلار وتما درووش تحبوه بالنسبة للحشو دارت ثاني شوية فايتين دارت كرنشي تعلف راز اللي لما توبيه كيماراكم تشوفو تتحصلوا على حشو لازم يكونوا طريب هذي الطريقة ولا دروو الحشو اللي تحبوه نتحصلوا على حشو عفوا يكونوا طريب هذي الطريقة ونروحو نخدموا الوردات دي ما وجدوا الحشو خليوا الحشو قدامكم باش تبدو تاخذ مضاروري يالبنات وذكاء بعد موجته نجيب المول تاعي شوفو ودكو نعمروا المول تاعي مليح شغل نعمره هول الفم وتقدرو ديرو شوكولة بالحالي بيالبنات تقدرو ديرو شوكولة انوار هاني قلت لكم هني حساب مزابونا شوكولة انوار شغل اي في تي وهاي يالبنات ديرو شوكولة بالحالي تقوم بتجيب الناء وتجي شكل تحت ثاني مليح شوفوا تعمروه للفم كما راكم تشوفوا تمسحوا هكذا شغول تديروه قد قد مع المول تاعكم بالموس هكذا تخبطوا هكذا فوق البوتاجي كما راكم تشوفوا شوي برك خبطات غير شوي يا البنات مشي تخضخضوه خبطوه خفافي برك يعني و بعد قوتكم تخليوها لازم تقيقة يا البنات لازم تقيقة مدنقوش لي انا راني مسرع الفيديو تخليوها تقيقة و بعدها تنحو تعودوا تفرغوا هذيك الشي كله من هذيك المول دخلوه للم مجمد غير تخليوها في المجمد ثلاثة دقائق ولا ربع دقائق ولا المهم ما حسب المجمد تاكم المهم راو ما يطولش ومبعد توليوه شوي ديروه شوي ديرو الحشو اللي تحبوه هي ديرت كرانشي تاع الفريز ما هو اللول ومبعد ديرت الطابقة المقرمشة قلتكم الطابقة المقرمشة ما تعمروه هش حتى للفم ديروه شوي برك بهذه الطريقة وتحودوا تتكروها بالشي كله وقبل ما تتكروها تديرو هذك العود هذك المهم ما تديروه ما تدخلوه هش حتى يخرج لكم شغول شوي برك هكذا دخلوه شوي برك على فمها باش من بعدها يخرج حيك مروحو خلما تدخلو هذك العود ويتكسر لكم ومن بعدها تقوليوه دخلوه للمجمد ثلاثة شوفوها شوفو مسحت له فمها تخدم شغول خدمة خدمة نقية باش من بعدها يخرجوا لهش الزوائد وها شوفو كيفاش دارتها رجقة هذك المطرق دخلته للمجمد وشوفو كيفاش تنحي تضمنو من تضغط ضغطات ملاح هكذا شوفو ولازم اللبنات قبل ما تتضغطوه وحي قلتكم خليوها واحد زوج تقايق هكذا كلها دقيقة برك يا لبنات تتنحيلو هذك هذك البرودة وبصحة لبنات مشيفوك الخمسة دقيقة يا لبنات هكذا دقيقة زوج هكذا برك وتروحو تتنحيوها بكل سهولة بالنسبة لطريقة كيفاش تخدم هذك البوكي هذك شوفو كيفاش الديرة عندها هذا البابي يا لبنات قاتلي شريتو بعشرة الاف السما الواحد بعشرة الاف فرنك وعندها هذي الاستيكات هذي قاتلكم هذو يحكمو خير خير من تشريولو خراين شوفو هذيك هذيك شريتها وقيلة بعشرة الاف ولا اي شوشو تعيش شعر برك يا لبنات وشي اشري وجديد او يتباعو يتباعو بعشرة الاف اللاو اعلم وكيف كيف اللي هنا تحبو تديرو الفيريرو الفيريرو عقول لكم على حساب الزابونة وتجيبو هذو كل عيدان اللي تكونوا ثاني قصيتوا منهم تديروهم شطوان لازم تقصوهم قد ما قصيتوا هذو كل اللي لزقتوا فيهم الوردي تسلزقوا تقصوهم ثاني تعل نفس المستوى لزقت الفيريرو هكذا بهذه الطريقة شوفو هكذ وتروح تخدم شوفو تروحوا قبل ما تدي تخدم البابي شوفو تبدا هي تستف تستف في في هذوك الوردات تروحة شوفو هي اللي هنا وش تديرو في كل ربع وردات دولوهم واحد من هذوك الشوشوات في كل وردات واحد من هذوك لاستيك كل ربع وردات احكموهم بهذاك الشوشورة بهذاك لاستيك اللي قلت لكم ما تقدروا تشريو اه اللي شريتو هي قلت لكم او بتعش شعر برك ولا تخدموا بلوخائم ستحلوخائم قلت لكم ما همش براتيك خاطر جايين طوال بزاف وما هذوما اللي يستعملوهم اه هي اللي هنا تلمون ما يلفتهم الشغل شوفو كفاش لزقتهم في بعضاهم وبدأت تحكم بالربعة بصح انا نقول لكم اخدموا كل ربعة واحدهم وباش تبدأوا وتلزقوا فيهم مع بعضاهم شوفو كفاش راي دير كل ربعة واحدهم كل ربعة واحدهم ومبعدا كي ديرتهم كامل وثاني البناز ما تطلعوهم مش حتال الفوق ملتحت شوية برك ماشي حتال الفوق خلاص هذوك الشوشو شوفو هاي الطريقة مووضحة وذكره حتلكم للتغليف شوفو هذا التغليف غلفت اه طبقاته على زوج ومبعدا جبداته اتول هوني محبيتش نسرع لكم الفيديو باش تفاهموه بالصورة خرمن بالعذرة شوفو كفاش طبقاته حقت هذوك الورد بعد ما خدماته ومبعد شوفو لزقتهم كامل مع بعض بهذاك الشوشو شغول الولد اه اه اتلمهم في بعضهم هذا مكان شوفو باش ميتحرقوا لهاش هالبنتهم ميقعدوش يزغدو سما شغول لصدقتهم كامل ديرتهم شوشو واحد من تحتها ها شوفو كفاش راين حيكمتهم وشوفو الطريقة كيفاش حطتهم باش يجيكم هذك هذك الشكل ولا ههنا شوفو جابة سكوتش حكمة الطرف اللول هكذا بهذي الطريقة وزادة جابة الطرف الثاني هاكل بهذي الطريقة وشوفو كفاش تزيد تحكموا اهه كيف كيف بسكوتش شوفو لبنات الفيديو راو يعبر على نفسه سما اتفرجوا الفيديو بارك راني بلا ما نهدر راكم تشغول لي وفحاتوا لكم مليح مليح ونتمنى يا لبنات تخدموا والله غرهو مشروع ناجح وشفت بزاف بنات ما شاء الله اللي يحوسوا لهذا الورد كيما اختي الله يبرك فيها ذي تع السوت نانس بارك دربة السوت نانس والله غر اللي خدمتوا يعني ما شاء الله عليها خدمت منو بزاف سورتوا اللي بنات اللي داروه لاصحابيتهم وشغول تقدروا تديرو هكذا خمسة ستة تديرو ماشي لازم كيما دارت هي دارت بوكي قد معمرا يفي بخزك عشرين واحدة والله ثم ديرو واحدة خمسة ستة هكذا تقدروا حتى ثم تديروها في يديكم تديروها الوحدة زيدة تديروها الوحدة ذوكو ان شاء الله تجيب الباك تروحوا تخطبوا تديروها في المهيبت شوفوا الله يبرك كيفاش يجي يجي شعة وشبعة والله غير يجي شعة وشبعة وشوفوا كيفاش لازقة الطرف الثاني شوفوا هذا ما كان ومبعد اشتو هذك الخيطة هذك تعرخيشة هذك ثم ديروه الفوق هي والله غير جيت رح تديروه الفوق انا اللي بديت نفتع لها قلت لا ديري ما لتحتها هو جال فوق جاي يصخف ومبعد يعني ولت نحيته وخلتني على ما رحته نحيته وقلت لي مجيش نعت لي خدمتي وطلعته وديرته الفوق ثم اسمح حاولو انكم ديروه الفوق وشوفوا ربي بارك كيفاش جاء بالنسبة لسعر البيعي لبناز قلت هنا نحسب الوحدة 14 نلف يا لبنيت وقدير لها البابي ودير لها هذك الوردة الطبيعي تولي 15 نلف يعني الوردة واحدها غير بهذاك المطرق راهي 14 نلف الوردة وقدير لها هذك المطرق وديرها لكم في البابي ودير لكم هذك الوردة الطبيعي كيما للا يمديرته اللهنة تولي بو 15 نلف هذه هي ان شاء الله يعجبكم الفيديو تا اليوم وان شاء الله نلقيكم كامل بمشاريعكم وابقى علي نقولكم غير بقى وعلى خير نتلاقيوا ان شاء الله في وصفة جديدة دا حوزكم وما بشفى والسلام عليكم